كل شيء في العراق يقف في مكانه إلا نزيف دماء الناشطين هنا قتل واختطاف وهنا أيضا تهجير من المسؤول ومن المتهم أسئلة لا يحق للضحية طرحها في ظل غياب واضح للقانون وتلاشي مفهوم الدولة علي شاسب وسجاد العراقي وأخيرا علي مقدام الذي أسعفه القدر لينجو من مصير سابقيه بعد أن ألقاه خاطفوه على الطريق السريع في الدورة بعد خطفه من منطقة الكرادة وسط بغداد الناشط المختطف عرف بدوره البارز في تظاهرات تشرين وانتقاده لنشاط الميليشيات ضد الناشطين والمتظاهرين لم يعرف أنه نفسه سيكون ضحية للميليشيات عقب تهديدات مستمرة تعرض لها قبيل اختطافه مكبلا ومعذبا وعلى طريق عام عثر على الناشط علي مقدام جنوبي بغداد لينقل بعدها للمستشفى على عجل حيث وجد رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي فرصة لاستثمار الأمر والحديث عن عملية أمنية أدت لتحريره ناشطون أكدوا أن القوات الأمنية لم تستطع تحرير الناشط رغم معرفتها الجهات التي خطفته لكنها وجدته عندما استنجد بنقطة تفتيش للقوات الحكومية فيما تتحدث مصادر صحفية عن اتصالات أجرتها حكومة الكاظمي مع زعماء في الميليشيات للإفراج عن الناشط وعدم إحراج الحكومة مجددا علي مقدام كان ينتظره مصير مشابه لما جرى مع الناشط علي چاسب الذي اختطفته الميليشيات في ميسان ولم تكتفي بذلك بل قتلت والده الذي لم يخفت صوته المنادي بمعرفة مصير ابنه وكذلك الناشط سجاد العراقي الذي أشعل اختطافه محافظة ذيقار فتوعد الكاظمي بتحريره وأرسل حينها قوة عسكرية قوبلت بقوة ميليشاوية أجبرتها على العودة إلى بغداد في مشهد يؤكد مما لا يقبل مجالا للشك أن الحديث عن الدولة والقانون في العراق يشبه حديث الكاظمي عن تحرير الناشطين المختطفين شكرا للمشاهدة